موعد اقتصادي هام يعقد في تنجا ويعكس اهمية مدينة البغاز كقطب صناعي مزدهر بفضل العديد من المشاريع الهيكلية التي شكلت الاساس لارضية صناعية ولوجستيكية تشجع على جلب الاستثمارات مخطط الاقلاع الصناعي يشن اليوم مرحلة جديدة تتجسد في اهمية الاتفاقية السبعة التي تم توقيع عليها نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية يقدم معطيات بهذا الصدد وكما تعلمون الصناعة فهي تعتبر ادت اساسية لعصرنات وتطوير الاختصاد الوطني والحكومة اعتبرت بان من ضروري ان نعمل على تقوية وتطوير الصناعة في بلادنا خصوصا وان خلال التجارب الدولية تبين بان الدول التي واجهت الازمة فهي الدول المصنعة والمتطوية في هذا المجال ولذلك في هذا الاطار فاليوم سنقوم باولا وضع تقييم حينما حققنا في هذا المجال وقع تطور مهم الحمد لله لمكننا من مواصلة وتحسين تنفسية الاقتصاد الوطني وخلق فرصور جديدة وكذلك ترى وترى النمو ومن جاية اخرى سنوسع المجال الى قطاعات جديدة واعدة كقطاع الصناعة الادوية او القطاع الميكانيكي او القطاع الكيميائي وهذه القطاعات فهي سيتم تجيعها في اطار برامج تعاقدية ستقدم الدولة دعم مالي وكذلك دعم خاص في اطار التدابي المواكبة التي من شأنها ان تطورها القطاعات ترجمة نانسي قنقر